طيب خلينا نجاوب مادام زينة بالأول حفيدها ابن عمه كان بيدربه منه وهو عنده خمس سنين بالقلم على وشه ووضح ان ده اثر في نفسيته جامد جدا بالزبط دخل في فترة علاجه بتقول العلاج كان صعب قوي لا يا الضربة كانت بقوة من المكان انها عملت له شل نصف في الوش ده ضرب على العصب السابع خلال بقء اتحرف والعين والعينين اه فدي ضربة كانت جامدة جدا ومعنى انه حصل كده برا انه حصل انزيفة صغيرة جوا في المخ زي حلقة الدقني ده ما نسميها كده ودي معناها بعد كده بيبقى فيه صعوبة تعلم من ناحية الاكاديمية زائد شوية ناحية نفسية كده فيه ضغط نفسي في يعني بتقول دلوقتي العلاقة انصلحت بس هما بقوش مع بعض في علاقة حميمية زي الاول يعني هي المشكلة بتاعتها كانت دلوقتي بتقول بقيت الدنيا كويسة هي خايفة من المستقبل هي قلقانة ويحصل بعد كده ان هو بقى عصبت شوي ولقطه باخو فيها حبة من التوتر يعني لما اكو بيقرب ممكن يكون خوف على فكرة هو رابط انه اي حد لما يقرب منه ممكن يضربه الضربة للضربة هو صغير اه يعني عايز اقولك ان الطاقة زي ما اتفقنا لا تفنى اي واحد يضرب خمس ضربات هيطلعه في صورة تانية لو ما طلعوش اجلوا هيطلعوا فحتى دايما يعني بعض الدكات النافسين يقولوا الكبار هتقولوا مش عارفة كبعاجة لو اجر بيها صوت في الشارع اقامل ايه خبت كذا احد في طوب اقامل عشان يطلع الطاقة لجواة الصلاة والبكاء فيها باتصال شديد جدا مع الله سبحانه وتعالى بتخرج الطاقة السلبية لجواك لكن في طاقة موجودة فهي ما تخافش المستقبل مش هصل حاجة طالما از لونج از طالما لم يحدث تكرار لهذه الامور وبالذات من الاباء والامهات يعني لكن اللي نقدر نعمله احنا في فسطر لقوله هتلاقي الحلو والوحش هتلاقي الظريف والدمه تقيل ولازم يتعرض يعني ليس حل ان احنا نحط ولادنا في كابسولات معقمة ونروح مدارس حساسة كده بيطبطبع لا انا عايزه يحتكب ده واللي حاصل هي خبرة كانت جامدة يعني بس الفكرة انه لو خلاص هم بقى كويسين قوله ده انت فاكر وانت صغير لما ابن عمك دربك وانت مرة ضربت مش عارف مين وحصل كذا يعني احنا بنمر باحداث فانا يعني اصدقى اطمنها انه العلاج اللي كان بياخده بتقوله كان بياخد علاج وقف العجم من خمس سنين خلاص الدقيقة انتهت يعني نحسن التصرف بقى في القادم ان شاء الله بس؟ ان شاء الله طيب القصة التانية بقى ام يوسف من سهاج حقيقي القصة يعني هي دايما بشوف القصة دي قدام بس عايزة ابدأ من الاخر الورى المية لانه عشان اولا هذا الولد مقبل على اكتئاب وعلامات الاكتئاب بدأت تزرب انا مسميها سلم السؤال الاول ماما انت بتحبيني ولا لا بعد كده انت ما بتحبينيش بعد كده انا ما بحبجوش بعد كده يا رب اروح في شهر انا عايزة اموت اه لحايد ما وصل لحاجات مش ضريفة فده اسمه سلم الاكتئاب في الاطفال مرحلة الاخيرة فيجب ان تتوقفوا عما تفعلون ايه هو اللي هي اعترفت بيه هي اعترفت بيه حلو وقلت لها حضرتك قلت لها كلمة صح قلت لها انت على السلمة طب وبعد ما هي السلمة الولد دي مشكلة هنطلع بقى هي بتقول مش عارفة تتعامل وليها حق وهي عايزة حد سلوكي ازاي انها تعامل مع اولادنا خلينا بس اذكرها بحقوق الطفل ايه السبع اللي انا بقولهم دايما حبه حنان شعور بالامان فقه بالنفس بحث عن نقطة القوة مش نقطة الضعف والتركيز عليها الاعجاب والدلع الدلع ده الوحده عايزه وضع معين اللي انا عايز اقوله انه هذا الولد انا متأكد تماما التأكد انه من نمط الـ ADHD نمط نقص التركيز والاندفاع هسأي جواه كتير يعني ده لو قعدت معاه هتسمعي كلام انتي ما تتوقعوش وبعدين عايزين برضو في نقطة ثانية مهمة يا رامي هي احنا الخوف اللي احنا عايشين فيه ده انه مش قادرة لانه قراراته سيوى اخد قرار غلط ويتحمل مسؤوليته حتى لو سجارة حتى لو مش عارف ضرب حد يتحمل المسؤولية يعني مش لان انت قطول هتخليف مرة هيقولك طب انا بقى هتحمل هتبقى هيروح فيها السجن لانه قعد بعبي فمش شطارة ان الكنسي قعدة بتتلافي وتسدي عليه الحاجات اللي هو ممكن بسرعة تروح لما الدنيا عشان محصلش في ديحة ولا حصل المشكلة دي عملت عنده فقد ثقة في النفس وبعدين اخوه ما عندوش الطبع ده فالصغير روح نمركبينه على اللي فوق فده افقده اكتر ثقة في النفس دي مشكلة كبيرة انت هتعملي عدوة كمان بينه وبين اخوه يعني هو هتلاقيها يكره اخوه طبعا ويبقى شايف انه هو كان سبب مشاكله كلها في حياته بالضبط بالضبط فلذلك يعني انا شايف انه انت فك احصابك شوية يعني فيه دواء لازم يتاخد برضو عشان بسميزية الفرامل عشان يخلي الولد المندفع ده بقراراته الخطيئة دي باجاباته في الامتحان الخطيئة دي تقل شوية لكن برضو احنا لسه اعليمي شوية انا وانت ألمية انه الاجانب كانوا بيحطوا لالف مشاكل ويعلمهم تكنيكات حل المشاكل problem solving احنا قولنا هنا يا بتديله الحل زي ما هي عاملة تديله الحل package delivery يا اما تقوله انت خايد فلا احنا عايزين بط نتيقن في الله سبحانه وتعالى الخير سيبي اخد قرار غلط وقال له انا مش منجد علانة ان القرار غلط لانه من حقه ياخد القرار يعني مش هو بيقولها كده وده اللي حيودينه في مشكلة لا سيبوني ااخد قرار انا بقيت اكرار لعيشة دي لهم مبسوطين منه ولا واسقين في قراراته ولا بيدونه فرصة اخد غلط بكين والد صغير بياخد قراراته انت دايما خضرتك يا دكتور كمان بتقول انه لما نبقى شايفين حاجة في ولادنا مش كويسة ايوه ما نقولوش انت مش كويس بالظبط نقوله التصرف اللي انت عملته كان ممكن يكون فيه افضل منه بالظبط فهي بصي يعني ادوات النجاح موجودة الامة عايزة وحضرك قلتي انت طالما عندك النية وبكيتي على ما فعلتي وانا دمتي على ما فعلتي انت جاهزة يلا نتعلم ازاي الضرب يوصل الطفل لا فيه ستة المبيقات تقول عني والضرب والزعيق والشتيمة والتهديد والنقد والده العلماس كلها اهانة كلها اهانة وكلها حاجات تبوز فالضرب يتقولي يا لميا هيوصل ايه هيوصل الضرب ده بقى اللي هو الشعر التي ستقسم ظهر البعيد فمرة من المرات هيحصل عشانتي عارفة السيناريو يا ميوسف ما يحصلش منك هذا الكب يا ضربة يا زي اجام ده وكان فيه ناس وقفين وانتي مش وقف ده بالك انه هو بقى كان خلاص مليان الطاقة لانه دي بقى هو بتركه مات فراح بقى ايه حربان برا البيت او قالوك سيبلكوا العيشة خالص او زي ما عايزة تقولي انا هنطم الشباك اوكي يعني هو عمل الفعل بس انت نفسيا انت تتحمل مسؤولية ده مخزون الطاقة السلبية الجامد ده وعدم ايطا وتركب الصغير على الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك اخوه الصغير شايف ان تصرفاته مش صح عشان هو تصرفاته كلها غلط انت غلطانين غلط كبير جدا فحقه 16 سنة ونص يعني ده تكوين شخصية اه يعني ده فترة مرقة فانت تقول انت خايف ما تأخذ بتقولك ما بتدلوش فرصة ياخد قرار انا عارف انها خايفة لا بطل الخوف ده وخليه اخد قراريني غلط وولي له انا مبسوط عشان يشوف نتيجة ايوا 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 ما تدلوش فرصة ايوا ما هنفضل نقول انت تربية مش بالسهلة اه اه